بين عواصم وسط أوروبا يبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو جولة مكوكية يزور فيها المجر وسلوفاكيا وبولندا لحجد الدعم لمؤتمر وارسو المزمع عقده يومي الثالث عشر والرابع عشر من شباط الجاري المؤتمر يشكل بحسب الإدارة الأمريكية بوابة ستمهد طريق واشنطن أكثر فأكثر نحو أوروبا بعد ازدياد النفوذ الصيني والروسي فيها كما يأمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البولندية أن يقود تحالفا من المدينة ذاتها التي حملت اسم حلفا ضد بلاده إبان الحرب الباردة ويأمل أن يشكل فيها هذه المرة تحالفا ضد إيران أمام هذا الحراك الأمريكي لم تتضح بالمقابل طبيعة الوفود التي سترسلها العواصم الأوروبية إلى المؤتمر الذي يقول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف أنه فشل قبل أن يبدأ لكن التفاؤل الإيراني هذه المرة والتعويل على حليفه الأوروبي ليكون بمستوى طموحات طهران حيث مثلت المطالب الأوروبية لإيران بالتوقف عن أنشطتها الصاروخية الباليستية عنوان فشل جديد لنظامها الذي راهن على حلفائه الأوروبيين في الوقت الذي يؤكد فيه مراقبون وجود إجماع أمريكي أوروبي للتصدي لخطر طهران خصوصا بعد توجيه عدة دول أوروبية التهمة للاستخبارات الإيرانية بتنفيذ اغتيالات في كل من فرنسا والدنمارك وهولندا وهو ما يقرب الموقف الأوروبي أكثر فأكثر من الموقف الأمريكي الذي أطاح من جانبه بالاتفاق النووي الإيراني ويريد إنجاز اتفاق جديد ويبقى الحديث عن كبح جماح طهران محط تساؤلات في الواقع الذي يصطدمه بالسلوك المتناقض الذي يتخذه الرئيس الأمريكي الذي ينوي الخروج من سوريا دون مجابهة الوجود الإيراني هناك ليترك فراغا ستستغله طهران بطبيعة الحل بينما يكتفي بفرض عقوبات اقتصادية تبدو كأنها مجرد ضغوط لعقد صفقة ما قد تشارك بمجبها طهران إدارة المنطقة بإشراف أمريكي وهو احتمال قائم ما لم تثبت واشنطن عكسه